خلفية الخلاف بين فرنسا والجزائر وتداعياته قبل 1830 ميلادي رابعا حصار فرنسا مدينة الجزائر 15 جوان 1827 ميلادي الحلقة الثانية عشر من سلسلة موطف الدولة العثمانية من الاحتلال الفرنسي للجزائر السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بك الجديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع وفي آخر الفيديو سأتوا المصدر ومرجع المعلومات رابعا حصار مدينة الجزائر 15 جوان 1827 ميلادي لم يكن الدائل الذي مع اقتناعه بعدالة رضياته يتوقع أن يترتب على الحادثة تابعة مؤسفة فقط كان رد فرنسا هو إرسالها لقطعة من أسطولها أمام الجزائر بقيادة القبطان طولي وصلت القطعة يوم 12 جوان 1827 ميلادي وصعد القنصل دوفار سفينة القبطان المسمى تلا بروفينس وتانى طبل سعوده قد عهد بمحذ إرادته إلى تنصر سيردينيا داتيلي دابلاتوري تتلف بالمصالح الفرنسية يرى بعض المؤرخين أن هذا الإجراء يعبر عندها دوفار ذات أنه قطع على طولي أي محاولة مباشرة للتفاوض مع الدائي وبالتالي فضح إدعااته خاصة إن كانت المفاوضات بحضور الشهود حول ضربة المروحة تتحدث بعض المراجع لأنه بمجرد وصول طولي طلب من الباشا أن يأتي إليه شخصيا ويعتذر القنصل إلى أن ما أجمع عليه المؤرخون أن طولي جاء إلى مدينة الجزائر تصدى محاصلة الشواطئ الجزائرية وترديم ذا للدائي طالبه فيه خاصة بترديم اعتذار رسمي عن ما وصف بالإهانة التي لاحقت بفرنسا محددا له 24 ساعة للرد تلقاها الدائي الشروط التي وضعت فرنسا حتى ترفع حصارها على مدينة الجزائر باستهزاء حيث صاحق آيلا كيف أن الفرنسيين لم يطلبوا مني الزوجتي بناء على هذه الإجابة تقرر إعلان الحصار على مدينة الجزائر يوم 16 جوان 1827 ميلادي وهو إعلان للحرب قبله الدائي بتخريب المنشآت الفرنسية في بونا والقالة أثناء هذا الحصار الذي دام ثلاث سنوات طعمت معايق بحرية بين الأسطول الفرنسي ونظيره الجزائري من بينها المعارة البحرية التي جرت يوم 4 أرتوبر 1827 ميلادي عندما حاولت 11 سفينة جزائرية بقيادة عمر رايس بمهاجمة قطع الأسطول الفرنسي محاولة فتح الحصار وإبعاد القطع البحرية الفرنسية عن السواحل الجزائرية فانتهت هذه المعارة البحرية بعد عدة ساعات بتراجع الفرنسيين بينما عادت السفن الجزائرية إلى الميناء وقد ألحط بأرصارها أضرار بالغة إضافة إلى المعارة البحرية تعرضت الجهات الأخرى من السواحل الجزائرية خلال سنوات الحصار غارات ومعارك بحرية مثل الغارة التي تعرض لها ميناء وهران يوم 22 ماي 1828 ميلادي حيث قامل طبطانان أوبات وأندري بتنفيذ الهجوم الذي أصفر على استرجاع الفرنسيين لإحدى السفنهم التي وطعت في أيدي الجزائريين قبل عام من ذلك وهي من نوع البريد على طول فإن الحصار البحري الفرنسي يبدو لنا من خلال الأحداث التي عاشتها الجزائر في مطلع القرن التاسع عشر بمثابة بداية لتطبيق خطة سياسية تبنتها بعض الدول الأوروبية وعلى رأسها فرنسا وإنكليترا في مؤتمر فيينا 1815 ميلادي وإتسلا شابال 1818 ميلادي والتي كانت تهدف أساساً إلى القضاء على القوى البحرية الجزائرية الإسلامية في البحر المتوسط وذلك تمهيداً للاحتلال العسكري هذه الخطة الاستعمارية كانت تتجاوب ووضع فرنسا الخاص ومطالبها الاقتصادية والاجتماعية فضلاً على ظروفها السياسية فبعد سطوط نابوليوم 1814 ميلادي وما ناتج عنه من ضرورة التقييد بسياسة التشاور الدولي والمحافظة على التوازن الأوروبي أصبح من الصعب على حتان فرنسا أن يجد مجالاً للتحرك الحرب في أوروبا إذ لم يبقى أمامهم سوى البحث عن ذلك خارج نيطات أوروبا ولسيما في القرارة الإفريقية وشمالها على وجه التحديد وبهذه النظرة للأوضاع الدولية ومرتضياتها تبرز لنا التهديدات التي ارتبطت بعملية الحصار ومصاحبها من أسلوب ديبلوماسي يؤدي لرفع حصارها على مدينة الجزائر اتصف بالخداء والملوى خاصة فيما يتعلق بالسياسة المادرة التي مارستها فرنسا لتحول دون التوصل إلى حل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد اللهم بارت على محمد وعلى آل محمد ما بارت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد مجيد